اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الخليج ثلاث قمم صينية سعودية ثم خليجية ثم عربية مرتقبة قمم يرى محللون أنها تحمل في طياطها دوافعة غير معلنة بسبب التوقيت ومكان الانعقاد ولأنها تتزامن مع توتر علاقات الرياض مع واشنطن وأوروبا بعدما وصفته واشنطن بالانحياز السعودي للمخططات الروسية للضغط على الغرب اقتصاديا بخفض انتاج النفط من خلال منظمة أوبك لزيادة أسعار المحروقات وبالتالي رفع معدلات التضخم وإنهاك اقتصادات الدول الداعمة لأوكرانيا في معركتها نحو الحرية وتحرير أراضيها من الغزو الروسي فهل تقود الرياض الخليجة من خلال تلك القمم المشتركة مع بكين نحو المزيد من الاتجاه شرقا بحثا عن حلفاء لا تعنيهم ملفات طالما أرقت السعودية وجاراتها مطالب الغرب باحترامها وعلى رأسها ديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وغيرها من المشتركات التي تجمعها مع الدول ذات السجلات الحقوقية السوداء كما تراها الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا هل يتحمل الخليج تكلفة فك ارتباطاته الوثيقة مع الغرب وكيف سينعكس التقارب الصيني السعودي على ملفات النفط والطاقة والاتصاد العالمي وما هي تبعات تلك التوجهات على أمن واستقرار المنطقة والسلم الدولي أسئلة نجيب عنها مع ضيوفي الأستاذ مبارك آل عاتي الكاتب والباحث السياسي السعودي الذي ينضم إلينا من الرياض والدكتور بيكتور جاو أستاذ في جامعة سوشو ونائب رئيس مركز الصين والعولمة معنا من بكين والأستاذ جول روبين المساعد الأسبق الوزير الخارجية الأمريكي والذي ينضم إلينا من واشنطن قبل المتابعة نتوقف مع هذا التقرير ونعود لنبدأ الحديث عام 2016 زار الرئيس الصيني شي جينج بينج الرياض ثم رد الملك سلمان بن عبد العزيز الزيارة عام 2017 بصحبة وفد من ألف شخص وفي عام 2019 أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محادثات مع الشي في بكين أبرمى خلالها اتفاقا نفطيا بقيمة عشرة مليارات دولار وفي عام 2022 وبعد أيام من فوز شي جينج بينج بلي ولاية رئاسية ثالثة تمتد إلى خمسة أعوام أعلن وزير الخارجية السعودي أن الرئيس الصيني سيقوم بزيارة مرتقبة إلى السعودية دون تحديد توقيتها عقب اتصال مرئي بين كل من وزيري الخارجية السعودي والصيني وخلال الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية قال الوزير السعودي إن العلاقة التاريخية والمتينة بين بلدين قائمة على أساس من المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل حيث احتلت السعودية المركز الأول كوجهة الاستثمارات الصينية الخارجية في النصف الأول من عام 2022 وأصبحت الصين الشريكة التجارية الأول للسعودية وأضاف فيصل بن فرحان نؤكد على موقفنا الثابت من دعم موقف الصين الواحدة ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسييس موضوعات حقوق الإنسان وكانت منظمة هيومن رايتس ووش اعتبرت أن عام 2020 كان عاماً مروعاً بالنسبة للحقوق الإنسان في الصين إذ شهد على قمع مسلمي الإيغور وحملة قمع واضطهاد ضد المعارضين في هونغ كونغ وأشار المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث إلى أن الصين ما زالت أكبر تهديداً لحقوق الإنسان على مستوى العالم مشدداً على أن رئيسها شي جين بينغ شرع في أشد حملات القمع وشبهت صوفي ريتشاردسون مديرة شؤون الصين في هيومن رايتس ووش محنة الإيغور بتلك التي يمر بها مسلم الروهينغا في ميانمار لكنها أشارت إلى أن رد فعل المجتمع الدولي عليها أضعف كثيراً وكانت محكمة صينية قد أصدرت عام 2021 حكماً بالسجن أربعة أعوام على مواطن صحفي كان يغطي الجائحة في إقليم وهان حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في حين اختفى آخرون أقدم على الأمر نفسه وفق ما ذكرته وكالة رويترز وكان آدم كوغل نائب مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووش قد كتب تحت عنوان الكلفة الحقوقية لزيارة بايدن إلى جدة منذ أن أصبح بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية عام 2017 واجه المواطنون أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث حيث نفذت السلطات موجات اعتقالات استهدفت معارضين سياسيين ومثقفين ونشطاء حقوقيين وفي وقت تنفق السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى كستراتيجية متعمدة لصرف الانتباه عن صورة البلاد كدولة منتهكة كبيرة لحقوق الإنسان ما يزال عشرات النشطاء الحقوقيين والمعارضين في السجن أو قيد المحاكمة بسبب انتقاداتهم السلمية ولم تحاسب السلطات مسؤولين رفعي المستوى للاجتباه في تورطهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 وكان النشطاء الحقوقيون السعوديون يأملون في أن يوفر عهد بايدن رقابة على القمع السعودي وكانت البدايات واعدة ففي عام 2020 أفرجت السلطات السعودية عن ناشطات حقوقيات محتجزات تعسفا منهن لجين الهذلول ومواطنون أمريكيون وفق ما ذكرته المنظمة الدولية وما بين ملفات حقوق الإنسان والطاقة والاقتصاد تبقى القمم المرتقبة مؤشرا هاما حول حقيقة التحركات السياسية بالمنطقة والمواقف الدولية في ملفات عدة ومن صلب هذا التقرير الذي تبعناها الآن نبدأ الحوار معك أستاذ مبارك يعني في البداية ما رأيك فيما يقال بأن الرياض تبحث اليوم عن حلفاء جدد لا تعني لهم ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية شيئا أو لا تعني بالنسبة لهم الكثير على الأقل مساء الخير لك والضيوف الكرام بداية أني يعني يجب أن نشير إلى أن المملكة العربية السعودية متمسكة بعلاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنا تعتبر أن هذا الخلاف لا يعد أن يكون خلاف بين دولتين صديقتين شريكتين أساسيتين وأنه على أمر اقتصادي وإن جرى تسييسه من أحد الجات إلا أنه سيكون أمراً اقتصادياً وتؤمن بأنه سيتم حله كما حل خلافات أكثر حمقاً من هذا الخلاف في العقود الماضية ولذلك في رأينا السعودية أيضاً ستحافظ على هذه العلاقات المتينة التي بنيت منذ ثمانية عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية كدولة بغض النظر عن الحزب الحاكم نظراً لعظم المصالح المشتركة والمتبادلة ما بين البلدين المهمين لبعضهما البعض كلاً في منطقته وكلاً في أيضاً نفوذة النقطة الأخرى بالفعل يعني سعودية اليوم الدولة تملك قرارها السيادي ولها نفوذها في العالمين العربي والإسلامي لها نفوذها في منظمات عديدة بما فيها منظمة أبو كبلاس المنظمة الأشهر حالياً والأكثر تأثيراً لذلك ليس من المسابد حقيقة أن تبحث السعودية عن تعميق علاقاتها مع كل الدول وليس دولة دون أخرى لكن هذا التعميق أو بناء علاقات أخرى مع قوة أخرى لن يكون على أنقاض علاقاتها مع قوة سابقة بمعنى أن السعودية عندما تمد أو تنسي الجسور تواصل مع أي قوة كانت لن تكون على حساب علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن حق سيادي للسعودية بأن تعدد سلة تحالفاتها لحماية مصالحها لحماية المنطقة ومن ثم أيضاً لتقوية موقفها أيضاً أمام الشريكة الأساسية أمام الولايات المتحدة الأمريكية الذي نوعاً ما تمارس ضغوط متواصلة بسبب الخلافة الاقتصادي جراء قرار أوبك بلاستخفيض الإنتاج لكن لا يسبعد بالفعل ولا أحد ينكر على المملكة العربية السعودية عندما تذهب بعيداً لتدبر أمرها لإقامة علاقات متعددة مع كل القوة الدولية لكن التأكيد أن هذه العلاقات الجديدة أو العلاقات التي ستنسجها لن تكون مبنية للسقواء على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أيضاً السعودي أو التوجه السعودي نحو المعسكر الشرقي فيما بعد ولكن دعني الآن أنتقل إلى دكتور فيكتور جاو دكتور جاو حينما يتحدث الرئيس الصيني ويقول أن السعودية هي الشريك الأكثر موثوقية لإمدادات الطاقة لنا وأن الصين تثق في قراراتها وقرارات أوبك الأخيرة بقيادتها هل الحسابات السياسية هنا أهم من الضغوط الاقتصادية المؤكدة على المواطن الصيني جراء هذا القرار؟ لا أعتقد ذلك أعتقد أن العلاقة بين الصين وبين السعودية مبنية على المساواة والاحترام المتبادل ولذا فعندما تشتري الصين النفط الخام من السعودية فهذا يعتمد على الثقة المتبادلة فبدون وجود احترام متبادل لا يمكن أن يكون هناك علاقات تجارية متبادلة هناك الكثير من الثقة والاستدامة فيما يتعلق بعلاقتنا وهذا كله يستند على الاحترام المتبادل ولذلك فالصين تعتبر السعودية شريكاً موثوقاً والسعودية تحترم الصين واختلافات الثقافية بين البلدان ولها مكانها في العالم العربي والعالم الإسلامي إنها علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وهذا أهم شيء طيب تعونا ننتجه لوجهة النظر الأمريكية في هذا الشأن معك أستاذ روبين بالأخذ في الاعتبار طبعاً كل ما سمعته الآن من الأستاذ مبارك والدكتور جاو ما الذي تعنيه هذه التحركات السياسية بالنسبة لكم في هذا التوقيت وهل تتفق مع من يراها في إطار أكبر من صيغ التعاون التقليدي؟ هو أن السعودية قررت أن توقف إنتاج النفط وشجعت أعضاء الأوبك لأن يوقفوا الإنتاج دون فهم السياسة الأمريكية حيال ذلك وأمريكا والحكومة الأمريكية ترى ذلك كخطوة تؤيد روسيا وهي خطوة ليست ضرورية من الناحية الاقتصادية وقد تمت هذا القرار التخذ بالرغم من أن بايدن ذهب إلى السعودية وتحدث مع الحكومة السعودية حيال هذه العلاقات هناك علاقات تسودها الأجواء السلبية ونحن نرى أن السعودية تتخذ قرارها المنفرد ونريد أن نعرف ما هو القرار مضي قدما ومن مهم جدا أن ننظر إلى العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وبين المملكة العربية السعودية وعلى السعودية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار فهذا قد يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين دعني أعود إلى ملف حقوق الإنسان وأتجه بالسؤال هنا لدكتور جاو دكتور جاو في أكثر من تقرير تأتي الصين والسعودية كدولتين لهما ملف كبير وطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هل تلك المشتركات تسهل من صيغ التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين في رأيك؟ إنه من الصدم جدا أن نرى هذه الاتهامات للصين فلقد قمنا بتحسين حيوات المواطنين الصينيين من خلال تحسين الوضع الاقتصادي ولا تستطيع أي حكمة أن تقول بأنها قامت بتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها كما فعلنا فشعبنا يعيش بأمان وبحرية والكل يعامل بشكل متساوي بالرغم من وجود الكثير من الجنسيات هناك وكل هذه الجنسيات تتمتع بداية الحقوق هناك اتهامات ضد الصين ولكن فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وما يقال عنها من الغرب فقد تم دحضها من قبل الكثير من البلدان العربية والإسلامية فهم يعرفون الحقيقة فهم لا يعتقدون بأن الشعب الصيني يعاني من أي نوع من التفرقة ولا يوجد هناك أي انتهاك لحقوق الأقلية المسلمة هناك فالكل يعامل على أنهم أشقاء لدينا ممارساتنا ولكننا نعامل بعضنا البعض باعتبارنا أخوة وأعتقد أن بقية العالم لن يصدق هذه الاتهامات الزائفة فعندما تسافرون إلى الصين ترون أنها آمنة ولا يوجد هناك أي تطرف وأي إرهاب اسمح لي أنتقل بالسؤال إلى أستاذ مبارك أستاذ مبارك يعني في آخر زيارة ربما لرئيسة المفوضية السامية للحقوق للإنسان ميشيل باتشيلي قالت إن كم الاعتقالات التعسفية ضد الإيغور وغيرهم في سياق التقييدات والحربان بشكل عام من الحقوق الأساسية بحد تعبيرها والتي يتمتع بها الأفراد والجماعات قد تشكل جرائم دولية ولسيما جرائم ضد الإنسانية ما تعليقك على غض الطرف السعودي نوعا ما حول تعامل النظام الصيني مع الأقليات المسلمة في الصين بداية يعني كلنا نعلم أن هذا الملف ملف حقوق الإنسان يعني يجري تسييسه بشكل متحمد تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية يحرك في بعض المراحل السياسية وليس دائما طبقا لسوء أو تحسن العلاقات الغربية الصينية في رأيي أيضا أن الزيارات المتبادلة التي جرت ما بين القيادة السعودية وم بين القيادة الصينية كانت تبحث أيضا مسألة حقوق المسلمين في الصين التي بدأوا يحصلون عليها بشكل كبير جدا والسماح لسعودية بإقامة المساجد للأقليات المسلمة هناك وتقديم المساعدات للمساجد والمصاحف وكل ما تحتاجه بمعنى اليوم أن هنا أن منظمة التعاون الإسلامي والمملكة العربية السعودية لامست بالفعل انفتاحا صينيا على حقوق الأقليات الإسلامية حتى تركيا أيضا تحدثت عن تحسن في حقوق الأقلية الأيقور النقطة الأخرى رغم أنه شأن داخل صيني حقيقة إلا أننا نلحظ كمراقبين سياسيين بأن هناك تحسن ملموس للأقليات المسلمات تحديدا ونحن نعلم اليوم أن الشعب الصيني مكون من عرقيات وشعوب ولغات ومع ذلك نجد أن أكثر ما يقارب المليارين من سكان الصين يعيشون في أشبه ما تكون ورشة عمل يومية جعلت الصين من أكبر الدول الاقتصادية وهذا ناتج من الوئام الاجتماعي الذي تعيشه الصين ناتج من الاستقرار السياسي الذي تعيشه الصين وناتج أيضا من النماء والرخاء الاقتصادي الذي جعل الشعوب الصينية بأكملها تتضافر جهودها فيما بينها البين وتعمل اقتصاديا وتنمويا لصالح تحقيق الرخاء دعني هنا أستاذ مبارك استمع لرأي سيد روبن حول هذه النقطة بالتحديد سيد روبن هل يمكن للغرب بقيادة واشنطن بالطبع أن يرضخ للتنازل عن قيمه الأساسية الراسخة بدعم الحقوق والحريات في العالم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية؟ لا أعتقد أن هناك أي وهم حيال ما تقوم به الصين ففي الصين وأنا قد ذهبت إلى الصين الكل يمشي وهناك كاميرات تراقبه لا يستطيع أي شخص أن يعبر عن نفسه بحرية ولا يوجد هناك أي حرية في التعبير عن أي آراء مختلفة عن حزب السائد الاشتراكي في الصين وما يثير الحفيظة هو التصرفات العدائية للصين خاصة بالنسبة لتايوان فهي جزيرة مستقلة وقد عاشت على هذا النحو لعدة عقود والآن هي تواجه الهنف دون ضرورة هناك علاقات اقتصادية بين الصين وبين الولايات المتحدة وليست كاف سابق عهدها وبالنسبة للسعودية ويجب أن أؤكد على هذه النقطة لقد زرت الأماكن المسلمة في الصين وهذه ليست أماكن يتمشى فيها المواطنون بحرية وبسلام يجب أن يسألوا أنفسهم هل هذا هل هذا الأسلوب في الحياة ما يجب أن نشجعه أم يجب أن نقف ونساندهم وندعمهم وهذا هو السبب الذي نتكلم عن ملف حقوق الإنسان فلا يوجد هناك طريقة أخرى للتعبير عنها دكتور جاو أريد أن أعرف تعليقك على ما قاله الآن ضيفنا من واشنطن أولاً الخطر في الوقت الراهن هو أن نجعل من ملف حقوق الإنسان سلاحاً هناك إبادة المواطنين الأصيين في أمريكا وهناك الكثير من من عانى من الإبادة الجماعية وهناك من يعانون من هذا العمل الإجرامي ومن ثم تقوم الولايات المتحدة بتوجيه أصابع الاتهام إلى بلدان أخرى نحن نريد الاستقرار ونريد التطور ونريد أن نزود الطالبات بالتعلم لا يمكن في الصين أن تمنع أي بنت من الدراسة إذا حرم أي طفل دكتور جاو دعني أعود إلى الشق السياسي سريعاً وما ذكره سيد روبين سريعاً عن تايوان لأن بعض المراقبين يرون اليوم أن الصين لا تنظر إلا باتجاه تايوان في تحركاتها الخارجية منذ الحرب على أوكرانيا ما تعليقك على هذا الأمر؟ هذا ليس صحيحاً تم تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 ومنذ ذلك الحين وهم يعيشون بمعزل عن الصين بسبب الحرب الأهلية ولذلك فقضية تايوان ليست جديدة قد بدأت منذ ذلك الحين أي 1949 وإذا تظاهرت أي دولة بأن قضية تايوان نشأت بعد حرب أوكرانيا فهم مخطؤون فالجيش الصيني اسمه جيش تحرير الشعب لقد تم وضع هذا الاسم منذ الحرب الأهلية في نصف القرن الماضي ولذلك مهمة الصين هي تحرير تايوان وإذا أراد أي شخص أو أي دولة أن تخلق نوع من التفرقة في داخل صفوف الصين نعم وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فيكتور جاو أستاذ في جامعة سوشو ونائب رئيس مركز الصين والعولة ما كنت معنا من بكين مشاهدين فاصل قصير ونناقش بعده كيف ستنعكس القمم الصينية المرتقبة على دول الخليج أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد سوف أتابع الآن ما ناقشناه في الجزء الأول من هذه الحلقة من حيث الأبعاد السياسية للقمة الصينية السعودية والخليجية والعربية المرتقبة ونطرح هنا التساؤل كيف ستنعكس هذه القمة على بقية دول الخليج ولهذا دعوني أرحب بضيفية الدكتور عيسى العميري المستشار والباحث السياسي الكويتي والأستاذ علي الأحمد مدير معهد الخليج بواشنطن الذي ينضم إلينا من واشنطن وأجدد الترحيب أيضا بجويل روبين المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي والأستاذ مبارك آل عاتي الكاتب والباحث السياسي السعودي أهلا بكم جميعا قبل المتابعة دعونا نشاهد حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين ونعود للحديث ترجمة نانسي قنقر 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 أبدأ الحوار معك الآن دكتور عيسى هل تقف دول الخليج الست في رأيك على نفس الاتجاه والتوجه السياسي في العلاقة مع الصين نعم في البداية أمسي عليكم وأمسي على ضيوف الأكارم وشكرا للاستضافة والشرف لي وشكرا بوصولكم طبعاً الكل يعلم أن تأسيس 1981 دول مجلس التعاون الخليجي تكون دولة واحدة من اقتصاد واحد ومن سياسة واحدة وبالتالي حتى في دحض الأدوان على أي طرف من دول مجلس التعاون الخليجي كان رقيزة لجهود المؤسسين لدول مجلس التعاون الخليجي واليوم تقف دول مجلس التعاون الخليجي صفاً واحداً رد الأخطار المحدقة من كل حدب وصوب وتأمل وتتأمن دول مجلس التعاون الخليجي في التوسع في شراكة سواء العربية أو الآسيوية أو العالمية الكل يعلم بأن دور الولايات المتحدة الأمريكية في دحض العدوان العراقي على دولة الكويت كان ركيزة الأساسية أن تبصد نفوذها في منطقة الخليج وبالتالي قادت في كثير من العمليات حتى تحرير الكويت من الغزو العراقي على دولة الكويت ومن تالي اليوم وجود الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا بمعنى أصح ذر الرماد في العيون طيب اسمح لي على المقاطعة هنا دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون شراكة لأنتقل الأستاذ علي الأحمد أستاذ علي متحدث الخارجية الصينية في تصريح له الأسبوع الماضي قال أن الصين تدعم انضمام السعودية إلى تجمع بريكس هل حاجة الرياض الأهم لدعم بكين في الملفات الاقتصادية أم السياسية والحقوقية طبعا في ظل امتلاكها لحق الفيتو يعني أعتقد أن السعودية تنظر بصورة استراتيجية تكسب الصين وربما لا تخسر أمريكا هذا من مصالح السعودية اليوم السعودية مستوى معدل التبادل التجاري مع الصين هو أعلى من معدل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وهذا له أسباب كثيرة ولكن هناك بناء بين السعودية ودول الخليجي بشكل عام علاقات تجارية واسعة واقتصادية وحتى نوع من التعاون السياسي بسبب السياسات ربما الأمريكية أحيانا والغابية بشكل عام التي فتحت هذا المجال في شهر سبتمبر وزراء خارجية المجلس التعاون في نيورك واجتماعه مع وزير خارجية الصين أثناء انعقاد الأمم المتحدة أو الاجتماع السنوي في نيورك فهذا هو مهد لهذه القمة المقبلة وأعتقد بأن وفق التعاون وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية سيستمر في التصاعد بين الخليج والخليج والصين بحيث تكون الصين هي الشركة التجاري الأكبر لمنطقة الخليج طيب خلينا نتقل إلى أستاذ مبارك يعني من فترة أستاذ مبارك كانت هناك نبرة تفاؤل عالمية بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة التي تضمنت القمة التي أعقدها مع القادة العرب في السعودية وكانت التوقعات هنا بعودة الدفء مرة أخرى للعلاقات السعودية الأمريكية لماذا غامرت الرياض بعد ذلك بخطوة خفض الإنتاج؟ بداية نشير إلى أن قمة جدة بالفعل رسخت مرحلة جديدة العلاقات ما بين المنظومة العربية بقادة الملكة العربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية جاءوا لقمة جدة ولديهم تصور بأنهم يريدون تمرير ما لديهم وليست مناقشة ما لديهم تمرير ما لديهم من قرارات لكن يعني اصطدموا بواقع جديد واقع أن دول المنطقة بدأت تطالب بمصالحها الوطنية خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادا كليا على النفط كمصدر وكمدخول رئيسي لعملية التنموية والصرف على موظفها ومواطنيها ولذلك كانت دول الخليجي تسعى دائما إلى عدم تسييس النفط وأن النفط يبقى سلعة استراتيجية مهمة للمجتمع الدولي بأكمله لذلك دائما نؤكد ونعيد والتأكيد على أن القرار بالفعل لم يكن قرارا سياسي بقدر ما كان قرارا تقنيا قرارا اقتصاديا يعني حتمته الظروف الاقتصادية التي جرت خصوصا أن الأسعار النفط كانت تتجه لنزول مريع جدا وهذا سيؤثر على عملية التنموية بل سيدخل دول الخليج في مرحلة كارثية نتذكر عندما وصلت أسعار النفط إلى ثمانية دولار لم تقف معنا الدول الغربية ولم تترحم على ميزانية دول الخليج بل على العكس رأت أن ذلك شأن الداخلي ولذلك اليوم عندما تتحسن أسعار النفط جاءت بحكم دراسة السعودية لأسواق النفط وأنها تتطلب مزيدا من المعالجة هذه المعالجة كانت أول قراراته هو تخفيض النفط إلى ما يقارب المليونين وليس يقاف مجرد تخفيض ثم أنه قابل أيضا للمراجعة وهي نقطة مهمة جدا النقطة الثالثة الأسقى في واشنطن أيضا تحديدا إدارة الرئيس بايدن بكل أسف منذ أن بدأ حملاته الانتخابية وهو يعلن العدالة للمملكة العربية السعودية تحديدا وكانت السعودية تنظر إلى أن تلك حملات انتخابية لكن عندما أولج إلى البيت الأبيضون منذ اليوم الأولى كان هناك قرارات عدائية واضحة جدا جعل السعودية بالفعل تريد أن تتدبر أمرها وتنظر إلى الأمر بأنه قرار سيادي ويجب أن تنتصر لمصالحها وقرارها السياسي ولذلك نقول أن العلاقات رغم كل ما جرى أنا شخصيا أعتبر أنها أزمة تمر بها العلاقات طيب دعني أنتقل هنا إلى ضيفي ما تلبث الرياض واشنطن إلى أن تعود من واحد جدا السيد روبين لي أسأله عن هذه النقطة بالتحديد يعني الأستاذ مبارك يقول أن هذه الخطوة وهذا التوجه هو اقتصادي بحث وليس سياسي ولكن يبدو أن الرسائل التي تصل إلى واشنطن مغايرة في رأيك ما هي الرسائل التي توجهها دول الخليج الغرب من خلال رفع مستوى التعاون مع الصين وروسيا بهذا التوقيت لا أحد يعتقد أنه قرار اقتصادي إنه سياسي بحث ووزير الخزنة ووضح ذلك للقيادة السعودية إنهم يقومون بالخفض بشكل كبير ولم يكن هناك ضروري هذا القرار وأوبك بلاس معناها أوبك زائد روسيا وهذا يعني أن هناك مساعدة لتزويد روسيا بالإيراد من أجل تمويل الحرب ضد أوكرانيا تور عيسى هل تتحمل دول الخليج كلفة انسحاب الغرب طبعا بقيادة الولايات المتحدة من تواجدها العسكري منذ تحرير الكويت لتحقيق أمن واستقرار المنطقة وما ردود الفعل المتوقعة لذلك في رأيك بس دعني بس كلمتين لو سمعت المملكة العربية السعودية تقود العالم ولا تنقاد هذه نقطة تحت السطر النقطة الثانية ليس لأي طرف من العالم أن يفرض على المملكة العربية السعودية ودول المجلس التعاون الخليجي أن تكون سياستها تجاه شخص معين أو تجاه دولة معينة دول المجلس التعاون الخليجي منفتحة على الكل ومتعاونة مع الكل وتساعد كثير من الدول بغض النظر عن دياناتها أو أمورها فبالتالي كانت وما زالت المملكة العربية السعودية ودول المجلس التعاون الخليجي تمد يد العون للعالم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها بصلاحية أن تفرض سياساتها علينا اليوم مثل ما تكلم الأخ العاتي قال بهذه أمور اقتصادية وتكلم الضيف قال هذه أمور سياسية لا احنا اقتصادنا نحو العالم مثل ما وصلنا الدولار 8 دولار ما حد تدخل من الدول القربية والعالمية فبالتالي نعم لنا حكم لنا رأي نفتح مع الصين نفتح مع روسيا نفتح مع العالم أجمع لا نأخذ أوامرنا بأي كان من أي طرف وليس لأحد أن يملي علينا قراراته اليوم الدول مجلس التعاون الخليجية مع مصالحها نعم ولكن كذلك مع مساعدة الشعوب العالم وتقف صفا واحدا مع العالم أجمع فبالتالي اليوم دول مجلس التعاون الخليجة موحد اليوم مقبلين على قمة الصينية من ثلاث نواحي من قمة الصينية في المملكة العربية السعودية من ناحية سعودية ومن ناحية الأخرى خليجية ومن ناحية الأخرى تكون عربية وبحضور أول مرة الرئيس الصيني آخر مرة زار المملكة العربية السعودية ولكن هناك أوجه كثيرة دقو Trailsa لدعم الولايات المتحدة للسعودية عسكريا في حربها مع الحوثيين هناك أوجه كثيرة ما هي حسابات الخسائر من هذه الخطوات في العلاقات مع الولايات المتحدة أستاذ الكريم المملكة الولايات المتحدة الأمريكية نقضت كثير من وعودها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليس كسابقتها اليوم التخبطات الداخلية والبطالة الموجودة لديها ومشاكلها الخارجية وتصدير طرف مع طرف وقوفها مع إيران من ناحية ووقوفها مع الحوثيين ويعني تبث سمومها في المنطقة فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ليس بها مصداقية أي تطابق الأقوال مع الأفعال فبالتالي من رأي المملكة العربية السعودية ودول المجلس التعامل الخليجي أن نفتح علاقتنا مع الصين ومع روسيا دعني إذا أستمع لرأي ضيفي الأستاذ روبين فيما أشرت إليه الآن ما رأيك فيما سمعت الآن سيد روبين هذا توضيح لطريقة استخفاف السعودية بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الذي قدمته خلال العقود الماضية لقد ضمانت الولايات المتحدة للنفط السعودي أن يصل إلى جميع البلدان العالمية بشكل آمن وبشكل مستقر انظروا إلى سجل الصين الحافل لن يكون داعما لطريقة تزويد النفط السعودية تستفيد من هذه العلاقة وهذا القرار بحسب اعتقادي تركت انطباعا سلبيا فكأنها علاقة قاملة على الأخذ قائمة على الأخذ فقط وليس على الأخذ والعطاء المتبادلين يجب أن يكون هناك تعديلات من قبل السعودية لكي يتعيب أن هذه علاقة متبادلة علاقة طلائية وليس من جهة واحدة فقط دانيا استمع سريعا لتعليق من أستاذ مبارك تفضل أستاذ مبارك أستاذ روبين أشار إلى نقاط أود التعليق عليها بداية قضية الدعم العسكري الأمريكي كلنا نعلم أن هناك علاقات عسكرية ما بين المملكة العرب السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منذ العقود قائمة ولا تزال قائمة لكن هذا الدعم ليس مجانا لسنا كإسرائيل كله بالدولار تدفع السعودية ولم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية قدمت قطعة سلاح مجانية للمملكة العربية السعودية لا سابقا ولا لاحقا ولذلك نقول أن التعاون قايم على تبادل المصالح النقطة الثانية يعني حماية الحماية التي يتحدث عنها السيد روبين بكل تأكيد أن هناك منافع متبادلة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية لكن الحماية التي يتحدث عنها هو لحماية منابع النفط حماية الطاقة وليس حماية المملكة العربية السعودية وليس حماية الكويت ولا حماية الدولة بل الولايات التحدي الامريكية تحمي منابع النفط وهذه هي النقطة الاستراتيجية التي تعمل لديها الولايات التحدي الامريكية النقطة الثالثة دعني أشكرك أن هذه النقطة فقط تبقى الوقت لو لا النفط السعودي لما كان لقصاد الأمريكي بهذه الوضعية ولم كانوا أدسل الكنوية صناعات الأمريكية أشكرك شكرا جزيلا الأساذ مبارك العاتية الكاتب والباحث السياسي السعودي كنت معنا من الرياض وأشكر أيضا سيد جويل روبن المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي كان معنا من واشنطن فاصل مشاهديننا ونناقش بعده دور الخليج في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الشرق والغرب ابقوا معنا أهلا بكم سوف أتوقف في هذا الجزء عند بعض التغريدات التي رصدناها لكم والمرتبطة بموضوع حلقتنا وهي تعبر في النهاية طبعا عن أراء أصحابها في تغريدة للدكتور أحمد الفراج يقول فيها إننا نتعجب من إصراركم على محاربة الصين وروسيا ونستغرب إصراركم على طوريت حلفائكم فقد وردتم أوروبا ودولنا عديدة وتضغطون على دول أخرى لطوريتها شئتم أم أبيتم الزمن تغير وهناك اليوم نظام عالمي جديد وهنا يرد عليه جمال أبو عبيد قائلا أشك كثيرا في جملة أن هدف أمريكا أن يعيش العالم في سلام إن عاش العالم في سلام فهذا يعني أن تجارة أسلحتهم ستبور وهذا مخالف للدستور عندها ستفقد أهمنتها من كونها القطب الوحيد في العالم أما عبد الحميد الحكيم فعلق بغض النظر عن اختلافنا في وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية عن أي فشل أمريكي تتحدث أمريكا نجحت في جعل روسيا وأوكرانيا مصرحا لحرب استنزاف روسي اقتصادي وعسكري وفي تغريدة لمجلة فورين بوليسي أخيرا وجدت إدارة بايدن سلاحا يمكنه أن يعيق طموحات الصين التي تسير في مصار ثابت نحو إزاحة أمريكا عن مركز القيادة العالمي لما يصل إلى عقد من الزمان واعتمثل في عزل الصين عن رقائق أشباه الموصلات سؤالي لك هنا أستاذ علي الأحمد هل كشفت الحرب الروسية على أوكرانيا مواقف دول الخليج الحقيقية من المشهد الدولي وانحيازها للدول ذات سجلات حقوقية سوداء ربما على حساب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يعني موضوع حقوق الإنسان هو موضوع إعلامي في السياسة لأن الدول الخليجية بذاتها هي دول تعاني من مشاكل في حقوق الإنسان مشاكل كبيرة جدا وبعضها يفوق ما يحصل في الصين فالولايات المتحدة كانت مستورة جدا بدعم هذه الأنظمة التي تمارس هذه الانتهاقات ولكن بالفعل ما حصل في أوكرانيا وصراع الروسي الأوكراني أو الحرب هناك فتحت المجال لجول كثيرة منها دول الخليج التعاون الخليجي مع الصين ليس جديدا بل هو سبق أو العلاقات بين الصين ومنطقة الخليج قديمة سبقت حتى وجود الولايات المتحدة ولكن هناك عملية اقتصادية كبيرة في الصين والولايات المتحدة هي الشريك الأكبر للصين والعكس أيضا صحيح ولهذا الصين تستخدم السلاح الاقتصادي والتعاون الاقتصادي لبناء هذه الجسور مع كثير من دول العالم ربما الولايات المتحدة السبب اللي خلاها تتراجع أنها تركت أو ركزت على الجانب العسكري والسياسي وتخلت عن الجانب الاقتصادي هناك لقطة مهمة معلومة مهمة حصلت في شهر سبتمبر الماضي مو هذه السنة الماضية عندما التقى وزير أو رئيس وقالة الاستخبارات الأمريكية بيل بيرنس أو وليام بيرنس مع محمد بن سلمان لم يعترض على الهلاقات الاقتصادية مع الصين ولكن حذر وربما أيضا هدد بأن تكتمل صفقات السلاح الصينية للسعودية وهي عبارة عن صواريخ بعيدة المدى فالصين لحد الآن لم تدخل بشكل كبير في بيع السلاح لمنذ الخليج وربما هذه الأولوية الأمريكية لحد الآن هي من جعلت الصين تتوسع في المجال الاقتصادي ولكن دول الخليج مندفع العقد اتفاقات عسكرية مع المعسكر الروسي والصيني تعني أنتقل هنا إلى دكتور عيسى دكتور عيسى هل يمكن القول أن دول الخليج تسعى اليوم لتوفير منظومة تسلح بعيدا عن المعسكر الغربي والأمريكي؟ ومن المستفيد من هذا التوتر في النهاية بين واشنطن ودول الخليج؟ أستاذ الكريم نحن لم نخرق التوتر بين دول مجلس تعامل الخليج والعالم نحن مفتحين مع العالم أجمع ولكن من خلق هذا ومن تحت أي دريعة الولايات المتحدة وبالتحديد في مشكلة النفط مؤخرا يعني اليوم لما قالت أوبك لكم تصدير معين من الأوبك فبالتالي اتفق العالم أجمع نحية تصدير أوبك ومشتقات النفط فبالتالي أتت الولايات المتحدة وخالفت هذا تحت ذريعة أن الاقتصاد رح عندي ينهار وعندي بطالة مغنعة وكثير من الأمور ودخلت في مشكلة مع نفسها وخلقت هذه المشكلة الداخلية وصدرتها بالخارج نحن لم نكن يوما من الأيام تحت أي دريعة مشكلة أو توترات في المنطقة نحن لم نصنعها ولكن هما صنعوها وبالتالي اليوم أي عملية التحدة سواء السلاح أو الأمور في دول مستعامل الخليجي تحت ذريعة المقابل وليس هباء منثورة تقدم الولايات المتحدة اسمح لي أن أعود للتغريدات مرة أخرى سريعا ونبدأ هنا بتغريدة لإحسان أبو حليقة الذي غرض الصين ترحب بانضمام السعودية لمنظمة بريكس ويبدو أن ملتق بريكس أعلى فاعلية من نظيره جي سيفن كقيادة صاعدة للحوكمة عالميا وللتعاون الاقتصادي وتنمية البلدان النامية أما المغرد نبيل فيرد عليه بتغريدة ربما منتقدة لمنظمة بريكس ويقول اقتصاد أمريكا لوحدها أعلى من كل أعضاء بريكس مجتمعين فما بالك ببقية الأعضاء غير أنها منظومة مفككة علاقات الصين والهند جدا سيئة والبرازيل وجنوب إفريقيا علاقاتهم قوية مع أمريكا أما عبدالعزيز الخميس فيرى أن الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية هو حول إنتاج النفط وتداء تضاؤل نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط بسبب التشكيك في مصداقية شراكاتها الأمنية وأنه يمنح الصين فرصة لتوسيع وجودها في المنطقة أستاذ علي كان لوزير الطاقة السعودي تصريح قال فيه قررنا أن نكون ناضجين وعندما سئل منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن رأيه في هذه الجملة قال الأمر لا يشبه قصة حب رومانسية في المدرسة الثانوية في رأيك ما مفهوم النضج الذي تحدث عنه الوزير السعودي وهو ابن الملك وشقيق ولي العهد هناك في توجه في السعودية تحديدا نحو ربما مزيد أو بعض الاستقلالية عن القرار الأمريكي هذا صحيح ربما شخصية محمد بن سلمان هي من دفعت بذلك هناك محاولة سعودية على الأقل وترفع أيضا دول الخليج الأخرى بهذا الاتجاه بأن الدول الخليج التي اعتمدت بصورة شب كلية على الولايات المتحدة حتى لبقاء أنظمتها يعني في أيام الربيع العربي البحرين كانت أو حكام البحرين كانت سيسقطون لو لا التدخل الأمريكي هو أيضا تمرير ما أسميه أنا غزوا للبحرين فالآن دول الخليج ترى نفسها ومحمد بن سلمان ربما يعلم أو يظن أو يعتقد بأن الولايات المتحدة لن تعاقب هذه الخطوات اتجاه الصين وروسيا ولهذا السبب أقدم عليها وهي في الحقيقة من منظور وطني كل دولة تبحث عن مصالحها الوطنية وتقيم علاقات مع دول أخرى ولكن هل التقارب الخليجي مع الصين والسعودي تحديدا مع الصين وروسيا سيسبب في انهيار علاقات السعودية الأمريكية لا أعتقد ليس هناك أي مؤشرات الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات وعاقب بها دول الخليج ولن يصدق تصريح حاد كما يحصل مع الدول الأخرى تجاه هذه الخطوات هو فقط الولايات المتحدة تخشى اليوم لها سياسة أن تفتح المملكة العربية السعودية مع كثير من الدول وهذا حقها مشروع وليس بمنأة ومرأة لدى الكل والبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا العقاب السياسي تجاه الولايات المتحدة من قبل المملكة العربية السعودية عيسي أنت مرة أخرى تقول أن هذا الخلاف هو اقتصادي بحث ولكن ربما كما استمعت لضيفنا من قبل منذ قليل وهناك أراء أمريكية كثيرة على المستوى السياسي تقول أنه عكس ذلك أنه خلاف سياسي سياسي ليس خلاف سياسي العلاقة اليوم الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية العلاقة ممتازة ولا توجد المشاكل إذا تم سحب الاحتياطات والوداع فبالتالي هنا أقول مشكلة ولكن لا توجد مشكلة ولكن هي رأت الولايات المتحدة أنها اليوم أزمة نفطية عالمية وبالتالي اليوم تهدد بترى بأن المملكة تهدد أمن واستغرار الولايات المتحدة على النقيض أنه ليس صحيح ما تدعيه الولايات المتحدة بالعكس المملكة العربية السعودية منفتحة ومتزنة مع كثير من الدول ومنفتحة مع العالم أجمع بما يحقق الأمن والتنمية والاستغرار وهذا حق مشروع أستاذي الكريم وبالتالي إذا سحبت الوداع وإذا سحبت الأمور فبالتالي هذا موضوع حديث عنه بقية ولكن اليوم العلاقة ممتازة ولكن رأيات الولايات المتحدة أن هذا الموضوع النفطي يهدد الأمريكي بشكل عام أشكرك جزيلا شكرا دكتور عيسى العماري المستشار والباحث السياسي الكويتي وأشكر أيضا الأستاذ علي الأحمد مدير معهد الخليج بواشنطن والشكرا طبعا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة تلقاكم مجددا الفبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر